الحكومة العراقية تصدر عددا من القرارات والتخفيف من آثارها وأكد الكاظم بحسب البيانة أن التحديات والمسؤوليات كبيرة على الحكومة ويجب عدم الاستسلام لها بل مواجهتها وتحويلها إلى فرص نجاح موجهان الوزراء وجميع المسؤولين في الدولة بمواصلة الاستماع لشكاوى المواطنين ومتابعتها وإيجاد الحلول السريعة لها وبيّن أن روح التكامل والتعاون بين الوزارات يجب أن تكون بأعلى مستوى مشددا على ضرورة عدم الوقوع بالأخطاء لضمان عبور المرحلة الصعبة التي يعيشها البلد حاليا وفي سياق الجلسة قدم وزير المالية تقريرا مفصلا عن الوضع الاقتصادي للعراق والمؤشرات الإيجابية لتقارير البنك الدولية وصندوق النقد الدولية بشأن خطوات الحكومة فيما يخص الاقتصاد الذي تضمن عدة فقرات أهمها ما يتعلق بمؤشر الناتج المحلية والمساهمة القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطية ومعدلات التضخم في العراق للعام الماضي والربع الأول من العام الحالي وتطرق التقرير أيضا إلى مؤشر أسعار الغذاء العالمية وأسعار المواد الغذائية المختارة في العالم وفي العراق ومؤشرات الاقتصاد الرقمية مشيرا إلى أن المخزون المالي المؤقت أي موازن الحكومات والميزان المالي وإجمال احتياطات العملة الأجنبية والمعروض النقدية والودائع بالعملات الأجنبية في قطاع البنوكة ومبيعات مزاد العملة فضلا عن التضخم الاقتصادية وإجمال الدينة وتوقعات أسعار النفط الخامة واستضاف المجلس في جلسته المكلف بإدارة وزارة الكهرباء الذي قدم بدوره عرضا عن واقع الكهرباء الحالية واستعدادات الوزارة الخاصة بتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين وتجاوز العقبات والمشكلات التي تواجهها وجدد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته السابقة لوزارة الكهرباء وملاكاتها الهندسية وكل العاملين فيها برفع وطيرة العمل واستنفار الجهود لمواجهة تحديات موسم الصيفة مؤكدا أن مجلس الوزراء قدم كل أشكال الدعم للوزارة لتأمين كامل احتياجاتها من أجل ضمان توفير التيار الكهربائي للمواطنين وتجاوز أي أزمة محتملة وأضاف البيانة وبعد أن ناقش مجلس الوزراء عددا من القضايا المتعلقة بملف الكهرباء منها إصدار إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن الربط الكهربائي بين جمهورية العراق وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قدر تعلق الموضوع بالصلاحية المالية بعد توقيع التوصية آنفن من المشرف على وزارة الكهرباء وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائية وإجراءات وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا والجهود المبذولة من قبل الوزارة في توفير المستلزمات الطبية اللازمة وجهودها في تأمين اللقاحات وحث المواطنين على أخذها وتابع البيانة وبعد مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال أصدر مجلس الوزراء الآتي أولا تولي وزارة المالية تمويل مبلغ ثلاثة مليارات دينارة لشراء آليات تنظيفة وسد العجز في الخدمات ومبلغ ملياري دينارة لأعمال التنظيف وتطوير الواقع البيئية إلى محافظة النجف الأشرف بما ينسجم أهميتها وحجم الأعمال الكبيرة في المحافظة وعدد الزائرين المتنامي سنويا تنفيذا للفقراتين واحد واثنانا المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادية المؤرخ في ثلاثة شباط 2021 المرافق ربط قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2022 ثانيا اقرار توصية اللجنة الوطنية العليا للمياه وبحسب الآتي تمويل وزارة المالية بمبلغ 25 مليار دينارة إلى وزارة الموارد المائية على دفعتين خلال شهري حزيران وتموزة لغرض الاستمرار في معالجة الشحة المالية خلال الموسم الصيفي القادم وتأمين المتطلبات الضرورية لأعمال دوائر الوزارة المذكورة في محافظة ديالا موزعة كالآتي أولا 7 مليارات دينارة الهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة تخصص لأعمال نصب محطات الضخ وصيانتها وتأهيل النواظمة وشراء الوقود والمواد الاحتياطية ومعالجة مشكلة ناحية سيد دخيلة ثانيا ملياري دينارة للهيئة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر الفرات تخصص لأعمال التطهيرات وتبطين جداول الرية لتخفيف آثار الشحة المائية وإيصال الماء للجداولة ثالثا 3 مليارات و 500 مليون دينارة إلى دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهرة تخصص لأعمال إزالة الشحة ورفع الترسبات من مقدم السدات والسدود في محافظة ديالا تنفيذا للفقراتين واحد واثنان المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادية المؤرخ في ثلاثة شباط 2021 المرافق ربط قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2022